الآن سنتحجف عن displayMood أو نمط العرض حسناً لتغيير نمط العرض يمكنك استخدام هذه الميثود أو هذه الفونكشن setDisplayMood وهذه الميثود تأخذ two parameters ولكن ما هو displayMood؟ displayMood هو طريقة عرض صفحات PDF في مستعرض ملفات PDF الآن كما تلاحظ هذا هو ملف PDF الحالي الصفحة الأولى حمراء ثانية خضراء ثالثة زرقاء الرابعة لون مختلف الآن displayMood هو تغيير طريقة عرض الصفحات يعني مثلاً أنا أريد عرض صفحتان بجانب بعض بهذا الشكل أو مثلاً أريد عرض صفحة واحدة بهذا الشكل ولكن صفحة واحدة بدون عرض الصفحة الثانية أو التي تليها بهذا الشكل وضعنا single page view سنقوم بإلغاء enabled scrolling بهذا الشكل صفحة واحدة من ثم عندما ننزل للأسفل تظهر الصفحة الثانية لوحدها فقط والصفحة الثالثة لوحدها فقط الصفحة الرابعة لوحدها فقط الصفحات لا تكون مترابطة بهذا الشكل وتظهر الصفحة الثانية مع الصفحة السابقة وهكذا وأيضاً من طريقة العرض لدينا الزوم التكبير أو التقريب أو الابتعاد لديك هنا نسبة الزوم لديك هنا ثلاثة ألف ومئتان ولديك هنا مئة ولديك هنا خمسة وسبعون وهكذا set display mode تعمل في هذا السياق وهو تعديل نمط العرض حسناً سنتحجث عن أول parameter الذي هو layout هذا البرامتر يأخذ منك string والقيمة الافتراضية أو الحالية هي continuous حسناً حسناً ولدينا عدة قيم مثل continuous default single two ولكن لن نتحدث عن string أو هذه القيم لأن هذا البرامتر أيضاً يقبل تحديد page layout عن طريق إضافة page layout من هؤلاء one column single page two page right two page left two column right two column left سنتحدث عن القيمة الأولى وهي one column هذه القيمة تعرض الصفحات بهذا الشكل الصفحة الأولى من ثم الصفحة الثانية من ثم الصفحة الثالثة تعرضهم متصلين بهذا الشكل وإلى آخره لنقوم بإضافة displayMood عن طريق استخدام المثل set displayMood سنقوم بوضع البرامتر الأول وهو layout حسنا الآن نريد وضع قيمة في هذا البرامتر سنقوم بعمل import ونكتب from fpdf dot enums بهذا الشكل import page layout بهذا الشكل سنأخذ page layout ونضعه هنا من ثم نقطة وستظهر لدينا الخيارات سنقوم بوضع one column بهذا الشكل من ثم نشئ ملف pdf ظهر لدينا خطأ وهو zoom او او ان هذه المثل تطلب ايضا زوم سنقوم باضافة زوم ونضع خمسين باختصار الزوم هو نسبة التقريب بمعنى عندما ننظر هنا للصفحة فنسبة التقريب هي الآن ثلاثة وسبعون والآن مئة والآن مئة وخمسة وعشرون والآن خمسون وهكذا أنا الآن سأضعها مئة من ثم اقفل ملف pdf من ثم اقوم بانشائه مرة اخرى وعندما اقوم بفتحه سأجد أن الزوم بنسبة خمسين كما تلاحظ الآن الزوم بنسبة خمسين نقوم برفع يصبح ستة وستون وهكذا حسنا عندما وضعنا وان كولوم في اللياءوت ظهرت الصفحات بهذا الشكل صفحات متتابعة متتالية تظهر في عموج واحد هذا بالنسبة للقيمة الاولى ماذا عن القيمة الاخرى القيمة الاخرى هي page layout dot single page هذا يعني ان هذه القيمة تقوم بتغيير نمط العرض ليصبح صفحة واحدة في كل مرة بدون ما تظهر الصفحات الاخرى بشكل متتابع ومتتالي نقوم بتغيير الـ page layout الى single page بهذا الشكل مثلما نقوم بإقفال Adobe Acrobat مثلما نقوم بإنشاء ملف الـ pdf الان سنقوم بفاتح ملف الـ pdf وسنجد ان طريقة العرض صفحة واحدة فقط وعندما ننزل الاسفل ستظهر ايضا صفحة واحدة وعندما ننزل الاسفل ستظهر ايضا صفحة واحدة وهكذا هذا بالنسبة لـ single page هل لدينا قيمة اخرى؟ نعم القيمة الاخرى هي two column left ماذا يعني ذلك؟ يعني ان لدينا عمودان ويظهر في كل صف صفحتان والصفحة الاولى ستكون في اليسار الصفحة الاولى هي الحمراء وهي في اليسار وايضا الصفحات راح تكون متتالية او متتابعة وليست كل صفحتان على حدة او كل صف على حدة سنقوم بوضع two column left بهذا الشكل نقوم باغلاق Adobe Acrobat ثم نقوم بانشاء ملف الPDF نقوم باستعراض ملف الPDF ستجد ان كل صف يحتوي على صفحتان ستجد ان كل صفحتان وجميع الصفحات متتالية او متتابعة بهذا الشكل هذا بالنسبة ل two column left ماذا عن القيمة الاخرى؟ لدينا two column right ماذا يعني ذلك؟ في السابق كانت الصفحة الاولى في اليسار two column left الان الصفحة الاولى ستكون في اليمين والصفحة الثانية لا يمكن ان تكون في يسار الصفحة الاولى لذلك ستذهب للصف الاسفل لاحظ بهذا الشكل نقوم بتجربة ذلك two column right بهذا الشكل ونقوم باغلاق ادوبي اكروباث من ثم نقوم بانشاء ملف الPDF من ثم نقوم باستعراضه بالفعل نجد ان هناك عمودان والصفحة الاولى في اليمين الصفحة الثانية في الصف الثاني بهذا الشكل والصفحة الاخيرة لم يتبقى الا هذه الصفحة لذلك اصبحت في اليسار لو كان لدينا خمس صفحات ستكون الصفحة الخامسة بجانب او في يمين الصفحة الاخيرة سنقوم باضافة صفحة خامسة نقوم بتغيير اللون بهذا الشكل من ثم نقوم باغلاق ادوبي اكروباث من ثم نقوم بانشاء ملف الPDF وسنجد ان كلامي صحيح بهذا الشكل الآن رأينا هذين الخيارين ملف الوقت ملف الوقت ملف الوقت ملف الوقت الخيارات او القيم الاخرى هي تعمل بنفس المبدأ ولكن سيتم وضع كل صف على حجة يعني ان الصفحات لن تكون متتالية او متتابعة في العرض سيتم عرض الصف لوحده بعد ذلك الصف الثاني لوحده وهكذا لذلك القيمة التالية هي two page left يعني انه سيتم عرض صفحتان في وقت واحد والصفحة الاولى ستكون في اليسر نقوم بتجربة ذلك two page left نقوم باغلاق Adobe Acrobat تذكر ان الصفحات بهذا الشكل يتم عرض الصفحات متتالية او متتابعة نجد الصفحة الحمراء وتحتها الزرقاء وهكذا نغلق الادوبي اكروبات ثم نقوم بانشاء ملف ال pdf مرة اخرى عندما نستعرض ملف ال pdf سنجد ان في كل مرة يتم عرض الصفحتان والصفحة الاولى ستكون في اليسر لذلك الصفحة الثانية ستكون يمينها بهذا الشكل الان عندما ننزل الاسفل سنجد الصفحتان التاليتان وهكذا هذا بالنسبة ل two page left ماذا عن القيمة الاخرى القيمة الاخرى هي two page right بمعنى انه سيتم عرض صفحتان في المرة الواحدة ولكن الصفحة الاولى ستكون في اليمين نقوم بتجربة ذلك two page right بهذا الشكل ثم نقوم باغلاق ادوبي اكروبات ولكن لاحظ الصفحة الاولى او المرة الاولى سنلاحظ ان الصفحة الحمراء في اليسار والخضراء في اليمين الان عندما نقوم بانشاء ملف ال pdf هذا سنجد ان ملف ال pdf يعمل بنفس المبدأ ولكن الصفحة الاولى في اليمين لذلك لن يكون هناك صفحة في يسار الصفحة الاولى ولكن عندما تنزل الاسفل ستجد ان الصفحة الثانية في اليسار والصفحة الثالثة في اليمين وهكذا هذا فيما يخص two page right وال page layout ماذا عن البرامتر الاخر وهو zoom البرامتر الاخر القيمة الافتراضية الخاصة به هي default لان هذا البرامتر يقبل float رقم اما عدد عشري او انتجر ويقبل ايضا نص وهذه هي الخيارات التي يقبلها فول 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 نقوم باغلاق ادوبي اكروبات من ثم نقوم بوضع نص في البرامتر زوم من ثم نختار فول ويت نقوم بانشاء ملف البيدي اف من ثم نقوم باستعراض ستلاحظ انه عرض الصفحة بهذا الشكل عندما اخترنا هذا الخيار فول ويت ماذا عن الخيار الثاني وهو فول بيج سنقوم باغلاق ادوبي اكروبات من ثم نقوم بانشاء ملف البيدي اف من ثم نقوم باستعراضه هذا هو فول بيج الان يعرض الصفحة من بجايتها الى نهايتها تمام ولكن في الخيار السابق يحاول عرض الوجث الخاص بالصفحة فقط يحتم بالويدث بينما فول بيج يحتم بالصفحة كاملة او من الممكن وضع رقم هنا وهذا يكون نسبة الزوم او التقريب او الابتعاد هذا فيما يخص البرامتر الاخير وهو زوم يمكنك تجربة الخيارات الاخرى فول ويدث فول بيج ريل ديفولت الان سننتقل لطريقة التعديل على نمط العرض ولكن بدون استخدام المثل التي تدعى ستقوم باستخدام الان سنقوم باستخدام هؤلاء الـ 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 خارج لنقوم بتجربة ذلك سيظهر لك two page right ولكن الآن سنقوم بحذف هذه المثل ونقوم بطباعة page layout بهذا الشكل وسيظهر لنا الخيار الافتراضي وهو one column أو عرض الصفحات في عمود واحد بشكل متتابع حسنا سنستخدم هذين الproperties أو الattributes للتعديل على الdisplay mood لدينا page layout سنقوم بوضع page layout مثلا two column right or left two column left والزوم سيكون عشرة مثلا نقوم بإنشاء ملف البيدي اف مثل ما نقوم باستعراضه ستجد ستجد أنه تم استعراض ملف البيدي اف والزوم هو نسبته عشرة لذلك ستجد أن الصفحات بعيدة بهذا الشكل وتم عرض الصفحات بالشكل الذي تم تحديده وهو two column left وما نقوم على العشرة بإنشاء البيدي 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 شكرا